ويعملوا خير كتير جدا بتاع كرة القضاء وحيات ربنا يعني تشوف الخير اللي بيعملوه وما ينفعش الواحد يتكلم ده بيعمل ايه وبيعمل ايه بيعمل ايه فاتمنى بقى اللي احنا نشوف بقى حالنا الترس اللي هو المتعطل ده بايد ده يتحرك فيه قضاء وفيه ناس تشوف حالها وفيه ناس تشوف كرتها وخلاص يا اما بقى انا برضو فيك تراحت انا ما بخافش النهاردة الالترس بتاع نادي الاهلي معترض خلاص النادي الاهلي يريحوا السنادي ويخلوا الناس بقى يشوف حاله انا ما عنديش مشكلة لكن احنا مش هنوعد احنا بقى انا 8 شهور ابراهيم بجد احنا مش هنوعد نفتح بقنا مع الادارة والادارة بتحول تورصتنا كل حاجة مفيش مداخل مفيش فلوس مفيش كذا مفيش ملاعب مفيش مفيش كل الاندية كل الاندية فجد احنا 8 شهور زهقنا انت النهاردة ابراهيم انت بتجي البرنامج لو ما جدش يوم وانت عين وعندك ظرف هتحس اللي انت عايز تنزل وعايز حاجة احنا بقى لنا 8 شهور تمرين تمرين انا عايز روك احنا لعبنا دوري في مصر الاندية خلاصنا دوري لعبنا مع جميع الاندية ماتشاط ودية اعايز روك اللي احنا لعبنا انبي مرتين الاسماعيل لعبنا كل بالظل ما فيش ماتشاط لعبنا مع كل الاندية والله العظيم ترات يعني عملنا دوري فجماعة لو سمحتوا نتمنى عملتوا دوري والدوري خلص وكاننا مدير الفني سابه ومش فتمنى ان شاء الله بقى القصة دي تفكه والبلد بقى يتبدأ بقى الرياضة ترجع ان شاء الله كنت حاجة بتقولي لو عندك تعقيب في الجزئية دي تفضل ولو عايز تكلم برضو على الموضوع المباريات الكتير النهاردة في الدربيات اللي كانت موجودة النهاردة بس قبل ما نخش على الدربيات دي لان فعلا نهاردة 8 دربيات كبيرة في اوروبا